أهلاً أنا دكتور أحمد المصري استشاري العشعة الشخصية والمدير الطبي في مجموعة التداوي التبقية النهاردة معنا دكتور أمينال صبار هي استشارية النساء والتوليد في مجموعة التداوي ورئيسة قسم النساء والتوليد سلام عليك دكتور أمينال زي حضرتك أهلاً وسهلاً دكتور أحمد شكراً لإستضافتي نحن نتحدث عن موضوع مشهور وشهير بالنسبة لمعظم السيدات أو البنات هو اضطراب الدورة الشهرية فممكن نحكي عن موضوع اضطراب الدورة الشهرية شكراً دكتور أحمد الموضوع كلش واسع ومتشعب وموضوع كلش نقول مطروق يمكن 60 إلى 70% من المرضى اللي نشوفهم بالعيادة خلال اليوم هما من هذه المشاكل قبل ما نحكي على الاضطراب لازم نعرف شنو الطبيعي لأنه هواية من السيدات من يجون للعيادة ونأخذ التاريخ الطبي يتبين أنه هذا فتش طبيعي مو اضطراب بالدورة الشهرية الموضوع جداً شاعد دكتور أحمد 60 إلى 70% من السيدات أو الفتيات الشابات اللي نشوفهم بالعيادة هما يعانوا من هذا الاضطراب فمهم جداً إنه للسيدات إنه والأمهات يعرفون الطبيعي دورة الشهرية الطبيعية حتى نعرف الاضطرابات اللي موجودة بها فمن عمر 12 العمر التقريبي اللي تبدي بفتاة دورة شهرية هو 12 إلى 15 فعلى الأم أن يتراقب أنه بين الـ 12 وـ 15 أنه بتهت تبدي الدورة الشهرية لو تأخرت عنه 15 لازم تراجع بين الـ 12 وـ 13 العلامات تبدي ظهور الثدية ظهور الشعار فالأم تراقب هاي الأشياء إذا هذي طبيعية ننتظر لحد الـ 15 طبعاً بين الـ 15 بين بداية الدورة الشهرية وبين نهاية العمر التقريبي لنهاية الدورة الشهرية اللي هو سن الأمل بين الـ 50 وـ 55 فورا ما توقف الدورة في سن الـ 55 ستة شهر تتوقف الدورة نعتبرها سيدة بلغة سن الأمل أي ظهور علامات دورة أو دم بعد ستة شهر هذا العمر السيدة لازم تراجع لأنه هنا هذا نسميه رد ألام غير مقبول طبيعاً أن يكون فيها بالضبط أو نسميه إشارة حمراء يعني علامة منذرة لأنه ممكن يكون فيها أشياء موجودة في بطانة الرحم أو غيره تكون سبب المزيف بالضبط بين الأول سنتين إلى ثلاثة من عمر الفتاة كلش طبيعي إنه الدورة الشهرية تكون غير منتظمة فممكن تكون طويلة ممكن تكون قصيرة ممكن تجي للبنت وتتوقف هواية من الأمهات يقلقون من هذا شيء طبعاً الاستشارة مهمة بس لازم يتقبلون أنه إحنا من نقول لهم هذا شيء طبيعي لأنه أو كل ما تتأخر الدورة سنة الأطنعاش حتى تنتظم تأخذ سنة ونص من يكون كل ما يزيد 13 تأخذ سنتين 14 تأخذ تقريباً 3 سنين فهذا شيء طبيعي وراء ما توصل يعني وراء سنتين ثلاثة من ابتداء الدورة الشهرية هنا نقول أنه بدينا ننتظم الدورة المنتظمة هي بين 24 يوم إلى 38 يوم يعني إذا المرأة دورتها 30 35 يعتبر طبيعي بس تكون كل سيدة تعرف دورتها يعني مثلاً سيدة تأخذها كل 28 يوم السيدة الثانية تأخذها كل 34 يوم بنيناتهم طبيعي بس واحدة مختلفة عن اللغة في بعض المشاكل بتبقى البلوغ المبكر طبعاً ودي مشكلة يعني بنشوفها كتير وبنحاول نحلها مع المرضى هل حضرتك شايفة أن الأم تأخذ بنتها لطبيبة نسا والإداء فقط ولا محتاجة تشوف طبيب غضة صماء كمان لأن ده بيبقى مشكلة مشتركة في الجسم ساعات البلوغ مبكر بيبقى له يعني أبعاد أخرى طبعاً أكيد سؤال كل شيء دكتور أحمد هو شغل يعني خلينا نقول مشترك مشترك بأن طبيب النسائية وطبيب الغضة الطبيب الغضة الصماء إلى دور كل شيء كبير لأنه بهالحالة بالنسبة لبنات البلوغ المبكر أهم شيء هو يأثر على طولهم فإحنا لازم نوقفه واللي راح يوقف إياه هو طبيب الغضة الصماء بالتعاون وإياه إلى أن تبلغ الفتاة الطولة المناسبة لها ونرجع يعني إحنا راح نوقف الدورة إلى أن تبلغ الفتاة الطولة المناسبة كل شيء مهم أنه الأم أول ما تحس بالموضوع تراجع زين وتتقبل تمام من النحية الثانية بقى في مشاكل انقطاع الدورة ودي بتسبب برضو آلام ومشاكل ساعات نفسية للسيدات وبنشوفهم بالقلق والتوتر وساعات بيكون في مشاكل حتى اجتماعية بتنتج عن الفترة انقطاع الدورة وإحنا لما كنا بندرس الطب كان الرقم واحد واثنين وثلاثة من نحنا بس نقول للمريضا ده شيء طبيعي وده شيء فسيولوجي طبيعي مش محتاج تغديله حاجة إنما طبعا دلوقتي مع التطور الطبي يوجد يعني علاق تعويدي من الهرموني أو غير فممكن حيك دينا شكرا عن الموضوع طبعا كل شيء العلم مش خطوات واسعة بهذا المجال وحسا احنا نشجع السيدات لأنه هي مثل ما تفضلت الحالة النفسية الحالة العصبية العظام أهم شيء إحنا عندنا العظام لأنه العظام ترق بعد انقطاع الطمث لأنه كسيدات يعتمدوا هواية على الهرمونات المبيض فأكيد إحنا آني من الناس اللي أشجع السيدات إنه يراجعون بس طبعا هذا كله لازم يكون تحت إشراف طبي يعني قبل من أخذ أي هرمونات لازم نسوي هواية فحوصات منها الماموغرام منها ألتراساوند للرحم والبوندنستومتري والكسافة العظام بالضبط ومسحة عنق الرحم وهاي نكررها سنويا ما دام المرأة تأخذ الهرمونات طبعا الدراسات والبحوث أثبتت إنه أكثر فترة آمنة هي أول خمس سنين بعد انقطاع الطمث اللي هي يعني إحنا منطي نقول الفائدة تغلب الضرع لأنه سمعة سيئة للهرمونات وتأثرها على الأنسقة الحساسة في القسم أكيد بس إحنا هاي الهرمونات أولا راح نستخدمها بجرعات قليلة ومسيطر عليها ونستخدمها بطريقة تشابه طريقة إفراز جسم الفيزيولوجية فهو هذا المهم إنه إحنا نطي هرمونين الإستروجين والبروجسترون ونطيهم بكميات قليلة ومتوازنة تشابه الإفراز الفيزيولوجي لذلك يكون الضرر مسيطر عليه بأول خمس سنين بعد خمس سنين لازم نرجع نتناقش هل إنه نطول وفي الأغلب نوقف بس نكون عدينا المرحلة لأنه هي مرحلة توقف الطمث هي هذه المرحلة اللي سيدة تعاني بها من الهبات الحارة الحارة النفسية فتكون عدينا هاي المرحلة فيكون نسوي لها مثل الفطام للهرمونات فتكون تأثيرها على المرأة أقل وكمان تعويض الجسم بالكالسيوم أو المعادن لو عشان نتجنب الألام والكسور حتى لو ممكن تحصل من ضعف أو هجاشة العظام بأي خطة بسيطة أو يعني ممكن تسبب كسر أو شرخ في العظام نحن لازم نعوض في كل الأجزاء شكرا للمنال على تشريف كنا النهاردة وإن شاء الله دايما في التقدم ووجود حضرتك في التداوي شيء مقدر جدا جدا لنا شكرا جزيلا شكرا شكرا